وجه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكسف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق صراعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت والفريق أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب بكر بيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة وشدد الرئيس السيسي على أهميتي بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلام للمواطن صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وإجهزة النجدة والحماية المدنية شكرا